السلام عليكم وحياكم الله وصفتنا اليوم أقراس الزعتر وصفة لذيذة لازم تجربونا في العجان نحن 3-4 كوب ماء دافئ ملعقة كبيرة خميرة ملعقة كبيرة سكر 3 ملاعقة كبيرة حليب بودرة 1.4 كوب زبادي كوبين ونصف دقيق ملعقة صغيرة ملح 3 ملاعقة كبيرة زعتر ملعقة كبيرة سمق 1.4 كوب زيت زيتون وعجن هذه المكونات لأن أحصل على العجينة طرية وأتركها ترتاح نصف ساعة بعدين أبدأ أكورها وأحط الكور بصينية خبازة هوم إلك من قصر الأواني وأضغطها بهذا الشكل وأحط خليط زيت زيتون وزعتر أحمل خبازة وأحط الأقراس لين تتحمل وكون من تبها لها تقريبا درجة 3 أو 4 من فوق وتحت بعد ما تستوي تصير متحمل بهذا الشكل الجميل أزينها باللبنة والطماطم والنعناع والزيتون وتقدرون تحشون الأقراس بالجبن من الداخل واستمتع فيها لذيذة وخفيفة وفي الصحة وهنا ترجمة نانسي قنقر